أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أنا شاب تقدمت للزواجي لأسر كثيرة وأرد لسبب ولغير سبب وقد ضاقت بي الأرض فأرجو الدعاء لي لأن يسر الله لأمري أثابكم الله فقط الدعاء ما هي مشكلة أقول اللهم يسر أمور المسلمين صلى في عزتي وجلانهم يرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك في الدنيا والآخر زوجة تخاف الله فيك وتتقي وأن يرزقك الزرية الصالحة التي تقر بها العين وأخي في الله لا تتأثر بهذا قد تطلب الزوجة وقد تطلب الوظيفة وقد تطلب السيارة وقد تطلب الأرض والعمارة فيصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته والله يعلم وأنتم لا تعلموا وقد ترغب المرأة ووراءها البلاء ووراءها الشقاء وقد ترى المرأة كأحسن ما أنت رائم من جمان ولكن ذريتها لا خير فيها وقد ترى المرأة فتعجبك فيكون بلاؤها وشقاؤها عليك إن طمعت فيها وحصلت عليها فالله يصرفك عن الشر والبلاء من حيث لا تعلم من حيث تعلم من حيث لا تعلم فأحسن الظن بالله وكان الأخيار يتفائلون كثيرا إذا أرادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم لأن غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي إلا إذا تعب الإنسان يبحث عن وظيفة يبحث يبحث حتى يقول تضيق عليه الأرض بما رحبت ولكن الله يوسعه وقد يأتي الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب يبحث الشخص عن امرأة فيتعب ويكدح ويأخذ هذه ثم يعتذرون ويعرض نفسه على هؤلاء فيمتنعون ثم يأتي من يعرض عليه زوجة صالحة خيرة دينة مبارك فيها مبارك في نسها وذريتها فأحسن الظن بالله وإياك أن تعجز أخي في الله أمور الدنيا سهلة الأهم أمور الآخر أما أمور الدنيا كلها سهلة وفي الدعاء المأثور ولا تجعل الدنيا أكبرها منها إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها إذا بحثت عن السيارة عن الأمور الدنيا لا تجعلها أكبرها منك ولا تقول ضاقت عليه بعضهم يقول الله ما عرف كيف أصلي لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف بعد طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر فيبتليها الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية وهذا من كيد الشيطان بالإنسان فليحذر المؤمن الموافق ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم لأن إبليس يتلاعد بالإنسان حتى إن بعضهم والعياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا إياك ثم إياك إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك لأن الله له حكم عظيم في خلقه من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرا وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته قل لا أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك بخير الدين والدنيا والآخر واحتسب لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك سبيل ولذلك الشيطان يخدع الإنسان مثلا بعض طلبة العلم يريد الزواج يبحث عن زوجه أول شيء يجمع الأحاديث الواردة في الترين في الزواج يحفظها ويحفظ حتى من أخرجها بل حتى أسمع الرواة الذين روها والشراح الذين شرحوها وأوجه الشرح فيها حتى إذا أتقن هذا كله ذهب يبحث عن الزوجة فيبدأ الشيطان ينكر به ويقول له يصبح يقول أنا أخاف الفتن أخاف أن أفتن في ديني نعم لا شك أن ينسان يخاف الفتن لكن أخي لا تشيء أظن بالله عز وجل أنت بحث وبذلت السبب ولم يتسأت غالب القدر ما لك في هذه الحالة إلا الصبع إذا وجدت شيئا من أمور الدنيا يعجزك إياك أن يتلعب بك الشيطان البعض يجلس مثلا يبحث عن الزوجة شهرا ومن يجلس سنة يقيم الدنيا ويقعده والشيطان يعبث به فيأتي الشيطان فقيه لكن فقيه في ماذا في الشر ما في الخير فيأتي ويقول له كيف تطلب العلم وأنت ترى الفتن والمحن وترى كذا وترى كذا ويبدأ يهول يهول له الأمور والله إن صرفت قلبك إلى ربك صرف الخير إليك وإن اشتغلت بهذه الأمور وعطيتها أكثر مما تستحق أصبحت تقول ضاقت علي الأرض بما رحبت ضاقت عليك الرد بما رحبت عشان ما وجدت زوجك أين أنت طول عمرك قبل ما تتزوجك لا أخيه الله لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا فاته الصف الأول تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا صلى وما خشى تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا سجد لله سجد فصرفه الشيطان عن ربه تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون من صيام وقيام فيبكي بكاء الحزن والشجاة والألم على فوات سعة الآخر هنا تضيق الأرض مما رحبت الآخرة يجعلها أكبر همك ومبلغ علمك تضيق عليك الأرض مما رحبت إذا فاتك شيء يقربك إلى الله أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكدارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك أو تصرفك عن ربك أو تفتنك في طاعتك وفي علمك وفي عملك إياك أن يخدعك الشيطان لا تضيق عليك الأرض مما رحبت بأمور الفتن والملهيات والمغريات أبدا بل عليك أن تكون قوية الشقيمة صادقة العزيمة محسنة وظن بالله